السلام عليكم اليوم سوف نشارك معكم الوصفة المخنفر ما يكون فيكم ما يعجبوش يجي رائع بساف مع اتاي او القهوة الفطور دي الصباح او الكوتي دي اللاشية يجي خفيف مدق والديد بساف لما يستقشلها اليوم ان شاء الله يجربها الطريقة هادي ويستقلك من اول تجربة غير بربعة ديال كيسان ديال طقيق كي يعطيونا واحد كمية كتيرة كيجي رائع بساف وخفيف نتمنى وصفة ديال اليوم تجربوها وتعجبكم ندوزو ان شاء الله الطريقة والمقادير غادي نحتاجو جوش كيسان ديال العنبة عامرين من دقيق ديال الفينو اي دقيق ديال القمح غادي نحتاجو كذلك جوش كيسان ديال فورسترطب واحد لمعلقة صغيرة تكون عامرة مزيان من الخميرة ديال الخبز معلقة صغيرة عامرة ديال السكارسانيدا اللي تقدرو تعودوها بمعلقة ديال اللازل الملحة وجوش خمارات من وزن سبعة جرام غادي نخلطو هاد النواشيف مزيان هنا بالنسبة الماء كنديرو ربعة ديال الكيسان ونص ديال الماء يكون دافي نقدرو نحتاجو حتى الخمسة ديال الكيسان على حسب نوعية الدقيق اللي غادي تستعملو غادي نخلطوه مزيان بعد غادي نزيدو الكمية اللي بقات لنا ديال الماء غادي نخلطوه بالطراب اليدوي في الاول ومن بعد غادي نستعملو الميكسر تقدرو تديروها في الخلاط او ديال العاصر اللي كانت حنو فيها العاصر بالنسبة الفينو تقدرو تعودوه بسميدة ديال الحرشة حتى هي كي يجي بها زوين صافين بعد ما اخذ منه نبقى ونطربوه تقريبا واحد العشرة ديال دقايق نغطيوه ونخليوه يخمر المدة ديال واحد العشرة دقايق تقريبا الكل جو سخون رادغية غادي يخمر لكم الى كل جو بادره غادي يخد لكم واحدة ربعة ساعة حتى العشرين دقيق هنايا بعد ما اضاع في الحجم ديالو كي ماشتو كي يديرو حتى الفوقعات اللي هم كبارين كنحركوهم زيان حتى كننزلو منو هديك الخميرة ما كيبقاش فيه الخميرة بزاف كتبقاو تخلطو حتى ما يبقاش كيباليكم مرغوي بزاف كنصخنو المقلا على عافية تكون متوسطة كنرشوها بشوية ديال زيت وكنديرو الكمية ديال الخالط في الاول كيباليكم بحل البغرير صافي من بعد اني كنبغيو نقلبو العجينة كنرشوها بشوية ديال زيت وكنقلبوها الى الجهة الاخرى كنستمرو بحلها كبنة في الطريقة حتى كنساليو كمية كلها اللي عنا ايلا بغيتو الدهنو حتى بالزبدة تقدروا الدهنو فاش كندهنو بالزبدة را كيجي محمر بزاف كتر من هاكا وما كان كتروش الزيت بزاف را كنديرو غير واحد رشيشة خفيفة ديال زيت وكنحيدو ونحطو فوق واحد المنديل انا هنا را كان بارد كشاش كنحطو فوق واحدة ولكن فيش يكون سخون حطوه فوق واحد المنديل وخلي واحد تحيد منو هاديك السخونية عاد باش جمعوه كامل بحال هاكا وكيكون هادا هو الشكل ديالو كيجي زوين بزاف بزاف كنقدموه مع الزبدة والعسل غير زعمو جربوها الطريقة هادي را ناجحة مئة في المئة غيروا ما تخليوه شي خمر فوق القياس غريبا ليكم تلعو فيه الفوق عاد سفي يبدو كالطيبو لاني لا بشح تخمر بزاف را ما كيجيش زوين وهذا هو الشكل نهائي ديالو نتمنى الوصفة دياليوما تعجبكم ونتجربوها الى عجبكم فيديو بارتاجيه مع الاهل والاصدقاء ديالكم خليتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة